ارد بالك. ارد بالك. ارد بالك. ارد بالك. القناة ديالك راوخة تفعل. وخيكون عندك الاتصال. السلام عليكم اصدقائي الاجزاء الاوفياء متابعي قناة خدوتيب. مرحبا يكون معنا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كابلي بخير. وعلى خير. وبصحة جيدة. سلسلة جديدة ساطرهها على القناة. سلسلة سنتناول فيها مواضيع مهمة. سلسلة بعنوان اخطاء القنوات المبتدئة. الاخطاء القاتلة. الاخطاء الممنوعة. الامور التي عليك تجنبها. وانت منشئ محتوى او صاحب قناة. قائمة تشغيل ستكون ان شاء الله الرحمن الرحيم فيها هذه السلسلة. وهذه القائمة ستكون ضمن قوائم التشغيل الموجودة على قناتي. كما قلت لكم. بعنوان اخطاء القنوات المبتدئة. المهم. اول مرة كتشوف قناة. اولا دير لايك للفيديو. واشترك في القناة. وتعليق محفز. كي نستمر في البحث على المواضيع جديدة. اول فيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم في هذه السلسلة الجديدة. وخطأ كبير. وخطأ قاتل. يرتكبه العديد من اصحاب القنوات. يعني اصدقاء. بزاف دي الناس تواصلوا معي في الانستغرام. في التعاليق. بسبب هذا الخطأ. وهذا الخطأ يعيدك من البداية. ما معناه يعيدك من البداية. يعني بسبب هاد الخطأ. ضربت امالة. وتفعل لك القناة. ويجيك البينكود. وتقدر تدخل الارباح ديات شهر لول وشهر تاني. وبسبب هاد الخطأ يرجعك من الاول. يعني انك تعاود تحقق شروط من جديد. ويقدر يضيعك في ويقدر يخلق لك مشاكل انت في غناء عنها. لهذا نصيحتي اليكم. اي حاجة بغيتوا تديروها في القناة ديالكم. ما عندكمش عليها فكرة. ما عندكمش عليها معلومة. شفتوا غيشي قناة دايرة في حال ديك الامور. ما توصلش وتبدأ تخدم في حاله. اولا شي بالزاف دي الناس دايرين في حال ديك الامور اولا في حال ديك المواضع. ما تديرش في حاله. لانك غادي تطيح في اخطاء. وفي الاخير انت غا تقول غادي تضخ ما غاديش تلقى الجواب. تقول علاش انا مني خدمت. وقع لي المشكل. وعلاش هادوك ما وقع لي مش المشكل. وهنا غادي ما غا تلقاش الجواب. لهذا اصدقاء ردوا بالكم. هذا الخطأ ما هو? وهو ان القنوات يعني المبتدئة. يعني يضنون او لكي اصحاب لهم او لكي حساب لهم كيف ما بغيتوا تقولها. يعني كيقول لك انا يعني في البداية قبل ما نحقق الشروط ليوتيوب قبل ما ندفع القناة للمراجعة. كيتلقاه غادي بانتظام. كي يخدم على القناة ديالو. محتوى حصري. خدم زيان. كي نزيل فيديوات. مني كي حقق ربع على بساعة والف مشترك. وكيدفع القناة للمراجعة. وكتراجع القناة. وكتتقبل. وكي بدايا اما خدم على عشرة دولار. او لا. كي بدأ خدم على مية دولار. ماهم كي وصله لبين كود كتدوزت الامور كاملة. هنا. كيكونوا يا اما عندهم مشاهدة قليلة. يا اما شاف قنوات كي هزو محتوى معاد استخدامه. وكيحطوه عندهم. يا اما في الفيديو شورت. يعني الفيديوهات القصيرة. او لا في الفيديوهات الطاولة. كي كونك لا بأس نهزجوش فيديوهات ثلاثة مرة مرة نعود للمونتاج ونقدم ونحطهم ضمن الفيديوهات ديالي. ما غديش يعق اليوتيوب. اليوتيوب ما غديش يعق البال. صافي القانة دست في المراجعة. القانات ما باقيش غدي عقوبية بانني كنهز محتوى معادي استخدامه. كيفاش غدي عقوبية. كيفاش غدي عقوب الفيديو. وانا كنحيط الصوت. وكن سرع. وكن زرب. وكن قطع حد لقطة. لقطة في اللول. كنرده في الاخر. وهذا الطريقة اصدقاء اصبحت من الماضي. هاتش هذا ما بقاش خدامه. الى بغيتي القانات ديالك تبقى مستمر معك. وتبقى معك دايما بعد من هاد المشكلة. لان القنوات سواء لباقة ما دخلتش المراجعة او لدخلت المراجعة ورجعت كالتراجع بصفة دورية. فقط انهم كيحتويك فرصة خصوصا بالنسبة للقنوات المفاعلة. تهز الفيديو الاول خصوصا الى ما جدكش حقوق الطبع والنشر. وغدي نهضروا وغادي نحاولو نوضحوها للقضية ديال. انا هزيت فيديو مو عادي استيخدامه وما جاتنيش لحقوق الطبع والنشر. غادي نوضحوها في فيديو خاص بها. لان بزاف ناس كيتسيدوا بهالطريقة. غادي تهز فيديو تاني. غايميك ولك. غادي تهز فيديو تالت. انا نعطيك توصل للفيديو الخامس. خمسة اربعة الفيديوات. غادي تدخل غادي تلقى قناتك لم تعد مؤهلة لتحقيق الربح. وكيطلعو لك سويع من جديد. وكيولي الى كانوا عندك المشتريكين راك تتمنع. وكتولي انك خاصك تجمع عدد الساعات من جديد. ودوك سويع اغلبية كيكونوا القنات ديالك جاوزت واحد سانة ولا اكتر. كتلقى عندك مئة ساعة ولا مئتين ساعة. وخاصك تعاود ترجع تقاتل على ربعة الف ساعة. وزائد مشكل اخر كيطيحو في هاد الناس. اشنا هو? باش انه يجمع ربعة الف ساعة من جديد خاصوا واحد لمدة. وهنايا كيكون واحد المشكل كيلاحقوه هو ما عارفوش. هو ان داك الادسنس اللي ضرب عليه تماره سواء توصل بالبين كود او لما توصلش به. سواء ربط الحساب البنكي بالادسنس او لما ربطوش. مهم كي يدير جميع الامور وتلقاه مثلا عندو تمشحل ديال الفلوس. ولكن غادي يسالم ديك الفلوس. مثلا الى كانت جاوز مية دولار. ولكن الى ست شهور داك الحساب الادسنس عندك ما بقى مربوط حتى بشي قانات ما دازوش عليه الاعلانات. يعني مظهر عليه حتى اعلان لمدة ستة شهور. يتم ايقاف ذلك الحساب. لانه غير نشط. يعني شوف المشكل بسبب بسيط. كتفي تهزج فيديوات ثلاثة كي يطيحك في مشكل كبير. كي يصدق بسبابه. الى ما حققتش ديك ربعاله في ساعة مرة تانية في ستة شهور. كي بشيلك حتى الادسنس. وبالاضافة انك خستك تحيد دوك الفيديوات اللي ماشي ديالك. وتوصلوا معي قنوات بالفيديوهات القاصيرة. المشكلة ماشي تم الفيديوهات الطاويلة. وهو عنده خدم القناة ماشي يخدمها على الفيديوهات القصيرة. خدمها على الفيديوهات الطاويلة يعني يدفع القناة باربعت ساعة و الف مشترك. وكينودوا وكيهزوا الفيديوهات القاصرة. وبسببها كيبشي لهم الربح من القناة. يعني كارتة عظمى بالنسبة لاصحاب القناوات. وكل هذه الامور بسبب عدم العلم بعض الامور التقنية وبعض طوانين وارشادات وشروط اليوتيوب. بصفة عامة. يعني باش بلا ما نقعوا نطولوا بزاف الهضرة. يعني خاصك باش تدير واحد الامور خاصك تكون راد البال. باش انا نجي نخدم بواحد قد يخصني نكون عارف. مشي انا القناة دي نتربت عليها تعملها وعام وانا نصور. وفالاخر نجي فنرمشة عين نضيحة. لهذا انصحكم بالاشتغال على محتوى حصري سواء قبل ما تفعل القناة او لا قبل ما تدخل القناة المراجعة او لا بعد التفعيل. رد بالك. رد بالك رد بالك رد بالك. القناة ديالك روخة تفعل وخيكون عندك المحتوى المعاد استخدامه. غادي يخرج لك على القناة. رد بالك من هاد القضية تقول انا ارى منعت. راش حال من واحد كي تقولوا بفضل القضية هذه. لهذا اصدقاء حاولنا نديروا هاد السلسلة الجديدة. ان شاء الله رحمه الرحيم لعي يكونوا فيها مواضع. نناقشوا فقط فيها الاخطاء التي يقع فيها العديد من اصحاب القناة. وبناء على هاد الاخطاء غادي نحاولوا ناخدوا بعض الاخطاء لكتملكم انتم مبسيطة. ولكن اخطاء تكون فيها مشاكل كثيرة. شكرا شكرا لمن تابعنا الى اليوم الفيديو. الى كتي وصلت معنا الى اللقطة الاخيرة من الفيديو. اكتبها لنا في التعاليق. كتي تفرجتيش حال ما تفرجشي اكتبها لنا في التعاليق. ولا كتي مازال ما درتيش لايك وتفرجش في الفيديو الى ان يحاول تدير لايك. وكتبونا تعليق محفز. وحاولوا اصدقاء انكم تعاونونا بالبارتاج على المنتدى. والسلام عليكم ونلتقي في فيديو قديم. ان شاء الله.